صح الصح صح 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 سح مارودنا مستمعين هوا مشاهدين الكرام مؤخرا عم نحكي عن مصطلح Digital Transformation عم نحكي عن التطورات الرقمية تأثيرها على الشركات على الأفراد وعلى المجتمعات ما يميز شركة أورنج بأنهم أورنج بيواكبوا هذا التطور التكنولوجي بشكل كبير جدا بندرسوا احتياجات السوق الاردني وبيحاولوا دائما يقدمون لخدمات تسهل حياتنا من خلال أكيد التعاون مع الشركة الأم شركة أورنج الأم الحاضنة اللي دائماً عندها مبدأ الاحتواء يعني هي بتقدم خدماتها لأورنج بكل دول العالم اليوم معانا الست هبة الشريف مدير عام أورنج موني صباح الخير هبة شو أخبارك حبيبة قلبي أنا مبسوطة بوجودك معانا اليوم وأنت المدير العام لشركة البترا لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة أورنج موني اليوم بدنا نحكي عن موضوع المحافظة الإلكترونية هبة لو تسمحينا وبدنا في البداية نعرف الناس شو يعني أورنج موني وشو هي الخدمات التي تقدم عبر المطوير تانكيو كتير على وقتك تانكيو على استضافتي نتشرف فيك أورنج موني هي عبارة عن محافظة إلكترونية مرتبطة برقم الموبايل أي مشغل اتصالات بالأردن أي رقم أردني بقدر يفتح محافظة أورنج موني طبعاً أورنج موني بتمكنك من أنك تعملي كل الإجراءات المالية بسهولة وسرعة وبأي مكان بالمناطق البعيدة المناطق النائية لأي شخص ما عنده أكسس على أي مؤسسة مالية بقدر يستعمل أورنج موني ويتمم كافة المعاملات بسهولة شو حلو فكتير يعني هي خدمة رقمية بديل عن العملات الورقية والمعدنية هلأ اتأخذ وقت تحضير تحضيركم لأنه ما شاء الله عليه التطبيق ما فيه ولا غلطة ولا فيه أي فجوة وبشبهنا كأردنيين وفعلياً بسهل حياتنا أدي أعدتوا فترة التحضيرات سراحة التحضيرات امتدت أكتر من سنة التحضيرات كانت جزئين جزء تقني وجزء مع البنك المركزي يعني الحمد لله إحنا كنا من أوائل الشركات اللي استوفينا كافة متطلبات البنك المركزي بالتحضير الكامل لإطلاق خدمة مالية من شركة جديدة كمان على المجال التقني حضرنا مع بارتنر اللي هم ايجيتو بي اشتغلنا معهم عبر سنة لحتى طلعنا تطبيق كتير موائم ومناسب للزبائن بالأردن الله عليك طيب قلنا أبرز الاستخدامات أو خلينا نحكي للناس عن أبرز استخدامات المحافظة الإلكترونية الاستخدامات كتيرة متنوعة بيقدر الكاستمر من أول ما يفتح المحفظة مباشرة يبلش يعمل معاملات مالية حلو يشحن خطه يدفع فواتير تحويل مصاري بين محفظة لمحفظة هاي حبيتها كتير بزبط بقدر أحولك تحوليلي بكل سهولة كنت أورنج أو ما كنت أورنج بزبط يعني هاي تمام مقطع تفكر بأورنج أو أي محفظة مع أي مشاهد الآخر نعم فبيقدر يحولوا بسهولة نعم كمان تقدري تستعملي أي فواتيركم موجودة من ضمن الابليكيشن تقدري تسحب وتودعي الأموال بأي معرض من أورنج أو نقطة بيع عندها أورنج موني أو أي بارتنر إلنا عنده أورنج موني عنده أورنج موني تقدر تستعمل هذه البطاقة كمان على أي نقطة بيع داخل الأردن أو خارج الأردن الله عليكم طيب القيمة المضافة اللي ممكن تقدمها أورنج موني للسوق المحلي أورنج موني يعني تميزها بأنها امتداد لمجموعة عالمية أورنج موني هي موجودة بـ 17 دولة نعم إحنا دولة رقم 18 نعم كمان هلأ رح تصير موروكو كمان كتير قريب رح تكون هي دولة رقم 19 حلو فخبرتنا تمتد عبر 12 سنة بمجال الدفع الإلكتروني بالإضافة لخدمة قاعدة عملاء تزيد عن 45 مليون عميل ما شاء الله بالخدمات المالية فعن الخبرة الكافية اللي إن شاء الله عم نجيبها للسوق الأردني بخدمة عملاءنا بكافة منظومة الدفع الإلكتروني طيب الأردنيين بتتخيلي يعني مستسيغين آلية عمل محافظة الإلكترونية أكيد أكيد سراحة كانت قبل اللي مش كتير بالأردن إنها مقبولة صح بس إذا بتلاحظي من خلال آخر سنة سنتين والتوجه حتى الحكومي التوجه القادم الفيجن اللي هلأ من سنة 2020 وبعد اللي هي أتمتت كل عمليات الدفع الله عليك كل شي رح يصير دفع إلكتروني صح فإحنا بنتماشى مع هاي الفيجن وبنوفرها للناس والتقبل كتير صار كتير كبير وأسهل من قبل والناس بالعكس هي عم تطلب ممتاز يعني بيرفكت الأهداف اللي بتسعو أنكم تحققوها من خلال محافظة الإلكترونية وورنج موني هلأ الأهداف إحنا كشركة أورنج من أهم المحاور الاستراتيجية عنا بمنطقة الشرق الأوسط هي النهوض بمنظومة الدفع الإلكتروني نعم وطبعا هذا كله إلو أثر برفع الاجتمال المالي بالدول اللي متوافر فيها أورنج موني أي خدمة نوعية مثل أورنج موني بتأثر دايما أثر إيجابي على المجتمع وعلى المستخدم الله عليك وبتساعد بالاقتصاد الوطني وأتمتة العمليات الدفع المساهمة كمان برقمنة الاجتمال المالي ورقمنة حتى التحول ترانسفورميشن للديجيتال بكل المملكة بكل المملكة أنا شخصيا عندي محافظة إلكترونية من أورنج موني بدفع عليها تقنية كهرباء It's very easy بحول زي ما قلتي رصي Thank you جربتيها كثير مبسط فيها وليجربتها أنا ستيبة لأنه أيضا أنتوا جزء من لف مع نادية أنا رحت حتى فرعكم اللي موجود بدوار الثامن أعت مع الموظفين شرحوا لي أكتر فاستوعبت الفكرة بشكل كبير ولحظت بأنه أيضا المشاهدين تقبلوا الفكرة وزي ما قلتي هم يعني على أتم الاستعداد أنهم يلتزموا بيها الألية لأنه هي بتخلي حياتهم أكتر سلاسة بتسهل الحياة بتسهل الحياة بشكل كبير لا لا ما فيه داعي هلا تروحي تستني لحتى تدفعي فاتورة صح بتقدر تعمليه وأنتي قاعدة بالبيت وأنتي قاعدة بالمكتب فما فيه داعي هلا لتعائدات الحياة القديمة بتعرف هلا التطور والسرعة بالحياة فأنتي بحتاج للأشي يسهل حياتك صح صح يعني إحنا كإعلامين حتى عم نلمس قديش شركة أورنج عم بتكون بالصدارة لأنه أنتوا بتواكبوا كل ما هو جديد ولأنه أنتوا بتشبهوا الأردنيين في احتياجاتهم شكرا لأيلك شكرا فاصل ونرجع شكرا